اكد المستشار مصعب عاذ البصيبع مدير ادارة الرأي القانوني والبحوث اهمية الدورة الذي تقوم به هيئة التشريع والرأي القانوني في تعزيز سلطة القانون وحماية مصالح الدولة خصوصا بعد ما شهدته من تطور لافت منذ انطلاق المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى وما انيط بها من دور هام في ادارة الانتخابات والاستفتاء كهيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها المستشار بصيبع بعنوان دور هيئة التشريع والرأي القانوني في تعزيز سيادة القانون ضمن برنامج الوعي السياسي ثلاثة الذي ينظمه معهد البحرين لتنمية السياسية حيث استعرض التطور التاريخي لهيئة التشريع والرأي القانوني منذ انشائها عام 1970 تحت مسمى اللجنة القانونية لمجلس الدولة وما مرت به من تطورات واضافة الاختصاصات المختلفة وصولا الى توليها بشكل كامل مهام ابداء الرأي القانوني واعداد وصياغة التشريعات وادارة الانتخاب والاستفتاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر